النهار ده إذا أكلمكم عن الأخطاء اللي بيرتكبها المربي أو الهاوي اللي بتنعكس بالسلب والضرر على تيور البدجي الاسترالي أحياناً الهاوي أو المربي بيقدم كمية كبيرة ومفرطة من الفلارس ومن البلكم والنتيجة بتصاب الزكور بالتشهيم وبتصاب الناس تيور الزينة بالتلييس بيتأخر الزكور في التخصيب وبيفشل فيه كمان الأنسة بتتأخر في وضع البيض وقد تمتنع تماماً عن وضع البيض نتيجة الدهون الزايدة التي ترقمت بفضل تقديم الفلارس والبلكم بكميات كبيرة الخطأ اللي بيقع فيه المربي أو الهاوي إنه بيجيب أفص عرضه صغير بالنسبة لطيور الزينة الطيور ما بتتحركش فيه بسهولة النتيجة إصابة الطيور بالتلييس والتشهيم نتيجة عدم حرق الكربوهيدرات اللي بتحصل عليها من الحبوب وعدم الحركة والنشاط بحرية داخل الأفص الخطأ الثالث اللي بيقع فيه المربي أو الهاوي إنه بيحط الأفص في مكان فيه طيارات هواء النتيجة إصابة الطيور بنزلات البرد والزكام خاصة في فصل الشتاء الخطأ الرابع اللي بيقع فيه الهاوي المربي إنه بيعلق الأفص فيه المطبخ النتيجة إصابة الطيور بالتسمم وإصابة جهازة التنفسي بالأمراض نتيجة أبخرة الطعام وعوادم المطبخ وسوء التهوية الخطأ الخامس اللي بيقع فيه المربي إنه ما بيطلعش أفص الطيور في الشمس الميلة في الصباح الباكر أو قبل الغروب فبكده بيحرمهم من تكوين فيتامين دال تحت الجلد وفيتامين دال ده له وظيفة خطيرة جدا إنه بيساعد الطيور على امتصاص الكالسيوم وبالتالي الاستفادة من الكالسيوم اللي بتتناول الخطأ السادس اللي بيقع فيه المربي أو الهاوي إنه ما بيقدمش طيور الزينة أملاح كالسيوم في شكل أظام السبية أو أظام الحبار أو إشر البيض المطحون بعد تكفيفه أو الأملاح السيلة المزابة في الميا بتصاب الطيور بنقص الكالسيوم وبالتالي الأنثة بتبدأ هي والذكر يأكلوا البيض بتاعهم نتيجة نقص الكالسيوم وبيحصل لهم تشققات في المنقار وتقصف في الأظافر نتيجة نقص الكالسيوم الخطأ السابع اللي بيقع فيه الهاوي المربي إنه ما بيغيرش النشارة لطيور البلج الاسترالي خاصة اللي عندهم فروخ النتيجة آآ أتلتسق الفضلات بالبيض وتسبب له عدم آآ فأس أو صعوبة الفأس وموت الفروخ داخله لأن بيجي معادي الفأس الأنثة ما بتقدرش تكسر الفرخة ما بيقدرش يكسر البيضة من الداخل بالتالي بيموت جوه البيضة كمان بتلتسق الفضلات في أرجو الطيور مسببة لها الكساح والأخطر من كده أن بتنمو حشرة الفاش نتيجة القزارة الموجودة في البيضة وبتزعج الطيور وبتخليها تهجر البيض الخطأ الثامن اللي بيقع فيه المربي أو الهاوي إنه بيضع عدد كبير من الطيور في مساحة صغيرة النتيجة تنازع وتصارع وتشاجر وتقاتل الطيور لأن الطيور زي الإنسان بتحتاج مساحة كبيرة عشان تتحرك بيها خاصة أن البرج الإسترالي بيطير بالعرض إن عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة شير الفيديو ليسر الجميع للقاء في فيديو آخر تقبل تحياتي شكرا لكم